نفت وزارة التجارة والصناعة أي تصريح صادر عنها بقصوص تراجع حجم المخزون الاستراتيجي من احتياجات المجتمع من السلع الأساسية مؤكدة أن المخزون الاستراتيجي في البلاد مضمئن وفي أعلى مستوياته وسيتم مقاضات ناشر هذه الإشاعة جزائيا وفي اتجاه آخر بيّنت التجارة أن السعر استخدام العمال المنزلية عن طريق المكتب 890 دينار يشمل التذكرة في حين أن سعر الاستخدام عند تقديم صاحب العمل لجواز سفر العمال للمكتب 390 دينار منبهة مكاتب الاستخدام إلى ضرورة الالتزام بالقرار الخاص بتحديد الأسعار لتجنب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مخالفه